من الأشياء اللي لازم نفكر فيها وإحنا عم نخطط لحياتنا المستقبلية هي إنه ما أكون أنا فقط مجرد موظفة ما أكون بشتغل تحت جهة معينة بالعكس أكون أنا my own boss أكون أنا المسؤولة عن حياتي عن بزنس خاص فيي ممكن لو كبر هذا المشروع إني أقدر أوظف ناس يشتغلوا عني وأنا أكون مجرد مشرفة أفكر كيف ممكن أنا لو غبت عن وظيفتي هاي إنها تمشي بدون وجودي ويكون فيه دخل عم بيجي حتى وأنا نايمة ممكن بالوظيفة إنه يكون في عنا أمان وظيفي وكمان يكون الراتب الشهري تقريبا ثابت هذا الإشي مقارنة بالبزنس ممكن يكون الراتب متغير كل شهر أو يكون فيه أشهر ما فيها دخل أو ما فيها الأرباح وممكن كمان فيه أشهر معينة يصير ما في عندي أمان من ناحية هاي الخدمة اللي أنا عم بقدمها أو المشروع اللي أنا عم بشتغل فيه فهذا أبدا ما بيعني إنه إحنا نستغني عن الوظيفة بشكل كامل إلا إذا صار في عنا دخل ثابت من المشروع يخليني أقدر أستغني عن الوظيفة ثابتة خلينا نحاول نفكر كيف ممكن نكون إحنا أصحاب العمل وكيف إحنا ممكن نوظف ناس في شغلنا الخاص فينا خلينا نفكر كيف ممكن نقدم خدمة أو إنه نقدم منتج للناس عن جدهما بحاجته كيف ممكن أختار المشروع الصح اللي أنا بحبه بس بنفس الوقت يجيب لي دخل وما أخسر كتير من ورا وهلأ رح نحكي شو هي الخطوات العملية اللي ممكن تساعدني أحدد هل هذا المشروع رح ينجح أو لا لكن إذا لسه مش مشتركين بالقناة بسرعة روح اشتركوا بالقناة وفعلوا الجرس لحتى يوصلكم كل فيديو جديد الخطوة الأولى لنجاح المشروع أني أفكر بفكرة خدمة أو منتج بدي أقدمه للناس تكون الناس محتاجيته ويكون إشي مختلف عن الأشياء المطروحة بالسوق أو إذا كان مشابه أو فيه إلو منافسين يكون مقدم بفكرة غير تقليدية الخطوة الثانية واللي هي أبلش على الخفيف بأشياء صغيرة وبي راس مال صغير أبداً ما نحط راس مال كبير ببداية أي مشروع ببلش بمجتمع صغير مثلاً من تجربتي الشخصية أنا كتير بحب الكروشياء والأشياء اليدوية أول شغلة عملتها عملت أكاونت على الإنستجرام ونزلت عليه الشغلات اللي أنا بعملها الشغلات اللي عملتها ما حطت فيها تكلفة عالية عملت كم من شغلة بسيطة كنموذج للأشياء اللي أنا بسويها ونزلت صور من النت لأشياء أنا بقدر أعملها فبالتالي لما صارت في عندي ناس تطلب أشياء معينة وصارت تطلب أشياء خاصة بأحرف معينة أو كلمات معينة وأشياء أنا بقدر أعملها فصرت أعمل على الطلب وأنزل على الصفحة فهيك ما بكون خسرت أي شيء أبداً بالعكس كل إشي عملتوا عملتوا على الطلب فبالتالي انبع ولو كان في ناس مثلاً تراجعت عن الشراء فهنا بتضل عندي بقدر أستخدمها كاستخدام شخصي أو ممكن أعرضها وممكن حدا يشتريها بدون ما أخسر الخطوة الثالثة واللي هي أبلش أتوسع شوي شوي في مشروعي إذا الفترة الأولى مرأت بسلام وكانت ناجحة يعني كان في عندي أرباح على فترة منيحة بعدين ببلش شوي شوي أتوسع أي شغلة بتوسع فيها شغلة جديدة بدخلها على الساحة عندي بعطيها الفرصة إنه هالي بتنجح أو لا نجحت بكمل فيها ما نجحت بوقفها وبشوف شغلة تانية إذا شفت المشروع عم بيكبر كتير وبيبطل عندي القدرة على أني أواكب كل إشي مع بعض في عنا تسويق في عنا نفس الشغل اللي مثلاً هاند ميد أو أي خدمة إحنا منقدمها بدك ناس تساعدك فبهاي الحالة أنا ببلش أوظف ناس تساعدني تشتغل عني شغلات معينة لأنه لو أنا بدي أعمل كل إشي ما رح يطلع بالإتقان الكامل مثل لما كل شخص يكون مسؤول عن جزئية معينة وبعد فترة ممكن يتوسع هذا المشروع أكتر ويصير على مستوى الدولة على مستوى الوطن العربي على مستوى العالم كله حسب شو الخدمة وشو المنتجة اللي أنت عم بتأدمه وما ننسى أنه أي مشروع بحتاج لتسويق بحتاج لذكاء في كيفية عرض هاي المنتجات أو هاي الخدمات ومش غلط أنه نستعين بناس فعلياً نجحت في الأشياء اللي عم تعملها أو نجحت في مشاريعها نسألهم نشوف شو الخطوات اللي عملوها نستفيد منهم ونتعلم من أخطائهم لحتى ما نرتكبها إحنا والأكيد كمان مع التسويق لازم نتعلم كيفية إدارة المشاريع وكيفية إدارة المال لأنه كمان المال لو معرفت أديره صح رح أستخدمه كله وبالتالي ما رح يكون في عندي مساحة لتطوير هذا الشغل أو تطوير هذا المشروع وتذكروا أنه الفشل هو بداية النجاح لما بفشل بخطوة معينة هذا الإشي رح يعلمني أنه هاي الطريقة غير صحيحة وما رح يتفيدني فبالتالي رح أتعلم طريقة تانية لحتى توصلني لهدفي وأحقق كل إشي بديه من مشروعي لاؤوني كل ثلاثة في ومضة إفادة معي أنا أفنان حمادة إذا عجبكم الفيديو اعملوا لايك ولا تنسوا تشتركوا بالقناة وقناتي التانية رح أترك لكم الرابط بصندوق الوصف يعطيكم العافية شكرا